يوم الحد اللي جاي يوم حلو في الكورة يوم من ايام الكورة الممتعة الشاملة الكاملة اللي فيها كل حاجة حلوة نجوم العالم افضل مدربين في العالم في اسبانيا مواجهة بين انشلوتي وتشافي في انجلترا مواجهة بين جوارديولا ويرجن كلوب مفيش بعد كده منشستر سيتي وليفربول هنا برشلونا وريال مدريد هنا كل حاجة حلوة في الكورة هتحصل في يوم الحد سبحان الله بل بقى مستنين في ايام كتيرة متعة تجينا المتعة كلها في يوم واحد ليفربول مانشستر سيتي بقى لها كذا سنة هي اقوى واهم مواجهة في العالم ريال مدريد وبرشلونا رغم رحيل ميسي وكريستيانو وسواريز ونيمار وكل الاسماء الكبيرة تبقى مواجهة كبيرة ورائعة عشان فيها نجوم واسماء عظيمة صحيح برشلونا يعاني من غيابات تحديدا دفاعية أروخه وكوندي وكريستينسن بس يبقى برشلونا عنده تشكيلة فيها عمق كبير جدا واسماء كبيرة جدا ريال مدريد فرقة تقيلة نطجة كوية انشلوتي مدرب خبير بس انشلوتي اتغلب 4-0 السنة اللي فاتت من ريال من برشلونا وقت ما كان الريال أفضل من برشلونا وقت ما كان الريال بيحصد كل البطولات السنة اللي فاتت مواجهة حلوة يوم الحال السيتي بقى وليفربول الله يكون فعون يورجان كلوب الحالة صعبة الموسم ده صعبة جدا جدا سواء في الدوري أو نسبيا في دور الأبطال وإن كان دور الأبطال لأمور تحسنت كثيرا على مستوى النتائج على قل وليس على مستوى الأداء غياب للويس دياز صدمة كبيرة غياب لألكساندر أرنل لرغم أنه هو عامل موسم حتى هذه اللحظة موسم كارثي بس برضو غيابه مؤثر عشان البديل مش كفء أو مش بدرجة ألكساندر أرنل بس يبقى ليه بربور بالعناصر اللي فيه محمد صلاح جوتا نونيز اللي بدأ يعني يخش في الجيم شوية تياجو هندرسون طبعا باندايك وطبعا أليسون ومتيب أسماء طبقة كبيرة المواجهة أصلا بين كلوب وباب جورديولا هي مواجهة كبيرة فكرة أن السيتي مش فايق منفجر منفجر طبعا هالند فريق لوحده جي بروين برناندو سالفا إيدرسون في الدفاع في الحالس المرمى وقدامه دياس في الدفاع كنسيلو ووكر أسماء أسماء كتيرة ومعرس طبعا كل الأسماء اللي موجودة في تشكيلة مانشستر سيتي فيها عمك شديد جدا في الاسكواد مواجهة صعبة طبعا على الليفر بس تبقى مواجهة الليفر ومانشستر سيتي بلا حسابات إلى أنتأتي المباراة زي مواجهة ريال مديد وبرشورونا بلا حسابات إلى أنتأتي المباراة ترجمة نانسي قنع